اشتركوا في القناة 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 في عشرين سبعة 2016 قام نظام الأسد وأعوانه بشن عدة غارات على مدينة إدليب على الأحياء السكنية والقطاعات الخدمية أكثر من 15 غارة أدت إلى عشرات الجرحة وخروج مشفى الوطني عن الخدمة وهنا في المكان الذي نحن فيه هي الغارة على المشفى الوطني وما زال القصف مستمر على مدينة إدليب وفرق البحث والأنقاض من الدفاع المدني تقوم بعملية إخلاء وأسعاف الجرحة وانتشار العاليقين من تحت الأنقاض طيب أنتو كدفاع مدينة عم تلحقوا تشيلوا الجرحة من تحت الأنقاض عم تلحقوا تتوصلوا لنقطة ضربة باللحظات الأولى لانتشار الجرحة؟ الحمد لله يعني استنفار كامل 24 ساعة حاليا 35 شب موجود بمحافظة إدليب مخدم بسيارتين إسعاف سيارتين بحس منقاض بالإضافة لسيارة أطفاء وتراكس موجود لتدخل في حال حدوث أي ضربة أو حانسة الحمد لله تغطي أكتر من 90% بالمحافظة عشرات شهداء وعشرات الجرحة موجودين هلأ آخر غارة كانت هي هون على المشفى الوطني ترجمة نانسي قنقر